اهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من فقرات داكترس انا عايز اقول لكم ان فيه بنات كتيرة جدا ممكن تتخلى عن فكرة الجواز ممكن تقول ده انا مش مؤهلة نفسيا دلوقتي الخطوة زي دي انا عايز اقجلها شوية لحد ما يكون مستعدية للستبدي في حياتي بس انا فيش بنت ما بتغطش مع نفسها كيف تتخيل ان هي ام ويمقى عندها بيبي وتفرح بي بس الاسب فيه بنات لما بتيجي للمرحلة دي وتستعد وتقول خلاص انا هستقر وهعمل بيت وهعمل اسرة بتواجبها مشكلة بتواجه مشكلة تكيس المبيضين بتروح عند الدكتور تكشف فين المشكلة بتتشخص بمشكلة تكيس المبيضين طيب جات ليلي اقدر مثلا اقول ان هي حاجة جيناتكس حاجة ورصية طب في عوامل انا ممكن اكون بعملها في حياتي العادية قدت لمشكلة زي دي كل ده هنجاوب لكو على الاسئلة اللي بتدور في دماغت ودلوقتي بس تسمحوا لي الاول ارحب بالقيمة العلمية الجميلة الموجودة معايا النهاردة في ستوديو دي داكتورز داكتور عبداللطيف سويلم استاذ علاج العقم واطفال الانبيب والحقن المجهري رئيس مجلس ادارة مستشفى نور الحياة اهلا بيك يا داكتور ونورنا دايما في داكتورز اول حاجة بي يا داكتور انا عايز اعرف موضوع تكييس المبيضين دا بقى منتشر في وسط البنات كلها وفي سنة صغير ليه طبعا هو تكييس المبيضين دا من الامراض اللي منتشرة فعلا ولكن لما نقول الاحصائية بتاعته كام على مستوى العالم تقريبا 10% من الستات على مستوى العالم ممكن يجي لها تكييس في المبيضين ولكن تكييس المبيضين تعريفه هو عبارة عن خلل في الهرمونات بتاعت التبويض تمام ادى الى عدم حدوث التبويض في الدورة الشهرية مرة ورا مرة ورا مرة فتكون اكياس صغيرة حجمها بويضات يعني حجمها لا يزيد عن 10 ملي من 10 الى 12 ملي او اقل في المبيض كل المبيضين مش مبيض ومبيض اوكي وده ادى الى تأخر الدورة الشهرية تمام ده تعريف تكييس المبيضين التشخيص بقى بتاعه بيتم ازاي لكن ما حاول سيادة مهم جدا ان احنا نعرف التشخيص لانه التشخيص الخاطئ بيدينا انطباع انه تكييس المبيضين ده مال الدنيا وكل الستات عندها تكييس المبيضين ده من سوق التشخيص لابد ان احنا نعرف ازاي نشخص تكييس المبيضين تكييس المبيضين لازم يبقى في عندي دورة شهرية مش منتظمة هزي الدورة الشهرية اللي مش منتظمة بشرط انه ما يباش وحدة لسه دخلت البلوغ اه اوكي وفي خلال ثلاث سنين من البلوغ الدورة الشهرية وارد طبيعي جدا ما تباش منتظمة اول ثلاث سنين بعد البلوغ بالزبط وارد جدا انها ما تباش منتظمة خالص مقدرش اقول لدي انت عندك تكييس المبيضين حتى لو عملتلها موجات صوتية والموجات الصوتية اثبتت انه فيه اكياز صغيرة وكده لانه ده قد يكون حاجة طبيعية في هذا السن تمام لغاية لما يبدأ المبيض يصلح نفسه بنفسه تمام يبقى اذا لو احنا شخصنا يبقى احنا كده اوفر اوكي لكن علشان اقول بقى تكييس مبيضين يبقى فيه لخبطة في الدورة الشهرية قد ايه بقى اقل عدد في الدورة الشهرية 21 يوم اكتر عدد 35 يوم فرضي زادت عن كده يبقى ده بنقول تكييس مبيضين او لخبطة في الدورة الشهرية بمعنى او فيه حاجة تانية ايه بقى لو الست دي او البنت دي جالها في السنة عدد مرات الدورة الشهرية 8 مرات فاقل يبقى دي بقول فيه تغيب في الدورة الشهرية وده قد يكون ناتج عن تكييس المبيضين ودازم يبقى فيه عندي علامة من العلامات الاخرى ايه بقى اللي هو ناتج لانه تكييس المبيضين بيبقى مصحوب بارتفاع فيه الهرمون هرمونات الزكورة تمام لما هرمونات الزكورة ترتفع عند الانسجدات يبقى ده ممكن يكون مؤشر بالظبط ممكن ده يديني علامة كلينكية اللي هو العلامة اللي الدكتور يشوفها اللي هو ألاقي مثلا زي شعر في الوجه او في بيطلع في أماكن مش طبيعية البنت اللي يطلع بي اه بالنسبة للبنات ادي واحد نمر اتنين قد يكون هناك الحبوء حب الشباب الجامل اوكي ده برضو علامة من العلامة طب ما هيعرفوا منين بقى يا دكتور هيقولوا طب ما دي مرحلة طبيعية وانا في الهشرينات وبيطلع لي حب الشباب يكشف ويعرف اوكي كل الحاجات دي جنب بقى بالكريف المرضي طبعا دي جنب دي جنب دي اوكي قد يكون تساقط الشعر لدرجة ان هو احيانا يعمل صلع اوكي لانه ده من زيادة هرمون الزكورة الزكورة اه نفترض الواحدة عندها تكايز مبيضين ولكن ما عندهاش علامة من هذه العلامات نعمل ايه بتحليل الهرمون هرمونات الزكورة لان اي حد دلوقتي بيتفرج علينا يقول طب انا لا يكون عندي الموضوع ده تروح تعمل تحليل بالضبط اسمه لا بس بشرط ايه بقى بشرط ان يبقى في لخبطة في الدورة الشهرية لكن مش واحد عندها حب الشباب والدورة الشهرية بتاعتها منتظمة تروح تعمل تحليل لهذا الهرمون طب والبنات اللي برضو هتقول دلوقتي اصلا انا بقى لي شعر فتاني بتتأخر مرة يومين باخر مرة خمسة يام ده ايه بقى علامة لايه لا مهده برضو قد يكون علامة من علامات تكيس المبيضين اوكي ولكن مصحوب برضو ان انا لازم اعمل لها موجات فوق صوتية تمام طبيعية في الفترة زي ما قلنا طبيعية في الفترة دي لغاية لما المبيض يصلح نفسه والطبويض يبدأ ينتصد طب ده ممكن المرض ده دكتور يأثر على نوعية البويضات ولا مالوش علاقة هو طبعا ممكن يأثر على نوعية البويضات ممكن يمنع الطبويض من الاساس فبالتالي يمنع الحمل تمام الاهم من ده كله ما هو العلاج يعني لابد ان احنا نعمل الفحصات بتاعتنا علشان نقول انه دي عندها وخلاص شخصنا ولا اين المشكلة دي فعلا حكايف مبيضين اول خطوات العلاج هو يعني علاجات سواء كانت ديت مش عايسة بنت ممكن تاخد بعض العقاقير اللي تنظم الدورة الشهرية احيانا ده اول خطوة حاجة دوائية طبعا ممكن اديها حبوب منع الحمل ممكن اديها بعض الاجوية حاجة اسمها إسانايل استرديون اوكي بجرعات معينة عشان تنظم لي الدورة الشهرية وبعدين اغير لايف ستايل بتاعها بمعنى ايه بمعنى لو واحدة تغينة وعادات الاكل بتاعها لابد ان هي تعمل ديت وتروح لدكتور بتاع ديت هيقصر يا دكتور طبعا هيقصر نزول الوزن ممكن يصلح يزول نسبة حدوث حمل ويصلح التكيس المبيضين لدرجة انه حديثا بدأت تدخل عمليات البرياتريك سيرجر اللي هو العمليات بتاع التخصيص بدأت تدخل على علاج تكيس المبيضين هو صحيح ما هواش حاجة بقى في العالم كله ولكن اللي بتعمل العمليات دي وعندها تكيس مبيضين بيتصلح التبويض عندها تماما تماما والدورة بتستعيد نشاطها من تاني وبيحدث حمل وعادي خالص طب ولو احنا مثلا يا دكتور البريات اللي بتبقى قلقنا مثلا وهي بتتفرج علينا دلوقتي تقول طب ما انا لو اخدت الادوية دي دلوقتي ولا حبوب منع الحمل ولا اي حاجة ما انا كده بلعب في هرمونات لا ما بلعبش في الهرمونات لا ده كده هي بتزبط التبويض بتاعها ايضا ما اقدرش ااسبها بالطريقة دي لانه هي العملية مش مقصورة على عدم التبويض لا ده له تأثيرات على الجهاز الدوري عندها اللي هو القلب والاوعية الدموية ده ممكن يؤدي الى حتى يعني ترسب للدهون في وتصلب شرايين ممكن يؤدي الى سكر ممكن يعني فيه ممكن يؤدي الى حدوث او رام خبيثة في الرحم والسدي وهكذا اذا انا لازم محتاج عليك اكيد ما سيبش البنت واقول لا لما تتجوز بالظبط اللي هو بعد تتجوزن بقى نشوف المشاكل دي بقى طب واللي عندهم المشكلة دي يا دكتور منمم بنتكلم في وقت تقديه ممكن يتحل فيها المشكلة دي هقول لي سيادتك هم هو ده من الامراض المزمنة اه ولكن افرضي دي خلاص منتجوزها وعايزة حامل هم فقولنا لو تخينة لازم تخس فياخد الديوريشن بتاعها وقتها هم وبعدين نبدأ ندي تنشيط بالعقاقير العادية خالص هم اللي هو بالأدوية اللي بتتاخد بالجوم ونشوف الاستجابة بتاعتها بالظبط ونشوف استجابتها تمام واستجابتها متابعة التبويض ممكن ادي حقن ممكن ادي عقار اسمه الميت فورمين ده بزودلي الخصوبة اه اه او بزودلي التبويض وهكذا هم ممكن ألجأ اذا فشل ده كله في بعض الحالات هم الى منظر البط اوك لكن مش هو اللاين الاساسي مش هو ده اللاين الاساسي لا طبعا لا طبعا ممنوع ممنوع لا لو حامل منظر بط يبا لازم اعرف واقول للست او البنت اللي جاية دي انه منظر البطن مخطره ايه وانا بعمل كي للمبيضية وده اللي هنعمل عليه بالزفت سجمنت كبيرة جداً جداً عشان برضو ناس كتيرة بتسأل عليه ده مهمة جداً انت نوارتني النهاردة يا دكتور وبشكرك شكراً جزيلاً أهلاً بشكر دكتور عبداللطيف سويلم أستاذ علاج العحم وأطفال الأنابيب والحقن المجهري رئيس مجلس إدارة مستشفى نور الحياة بشكرك شكراً جزيلاً دكتور عبداللطيف مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا شكراً جزيلاً